بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنام محمد وآله الطيبين الطاهرين أعزتنا مشاهدي قناة كربلاء الفضائية أينما كنتم في كل مكان أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم عالم البرزخ عنوان حلقتنا لهذا اليوم زيارة عالم البرزخ في البداية رحبوا معي ضيفي في هذه الحلقة ضيفي في البرنامج الدائم سماحة السيد علي الحسني مرحبا بكم سيدنا الله يحفظكم حياكم الله سيدنا تقبل الله أعمالكم إن شاء الله سيدنا في البداية سؤال هناك سؤال قد المشاهد الكريم كذلك يسأل هل دخول البرزخ يعني زيارة البرزخ مشروط بالموت أم ممكن الشخص يزور البرزخ من دون أن يموت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصل الله على محمد وآله الطاهرين قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لأن بينها وبينها عمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد في الواقع هذا العالم عالم البرزخ عالم بحاجة إلى كل من آمن بالله واليوم الآخر النظر والتفكر فيه وكذلك حتى من لم يؤمن بالله وباليوم الآخر عليه أن ينظر إلى حقيقة ما ينتهي إليه الإنسان من الموت ويقف متأملا ما هذه الحالة التي وصل إليه الإنسان في لحظة انتهى وممكن الآن نعبر هذا التعبير أن ممكن أن نعبر هذا التعبير أن الإنسان في لحظة يتحول إلى طيف خلص غاب عنك شخصه ومحي أثره وبلية جسمه ونسية اسمه فقط عن طريق الرؤية والطيف تشوفه ممكن أتحول في لحظة إلى طيف فعلى حدود ما تفضلت به من السؤال أنه الدخول إلى عالم البرزخ مشروط بالموت كأجساد وأرواح لكل فرد ساعة لابد أن يواجه هذه الساعة وعليه أن يستعد لهذه الساعة نعم ونحن بالتركيز الكلام والخطاب بشكل خاص لمن آمن بالله واليوم الآخر باعتبار أنه الناس يعتقدون بالحياة التي مع بعض الموت وأن الإنسان ينتهي فيها إلى جزاء وإلى كيفية في هذا الجزاء إما إلى سعادة ونعيم وإما إلى عذاب وشقاء بشكل خاص فيما تتسألون عن تتفضلون وبخصوص عنوان حلقتنا زيارة أهل الدنيا لعالم البرزخ هل هناك أحدا من أهل الدنيا استطاع أن يزور البرزخ سبق إحنا في حلقة من الحلقات نعم ذكرنا ذكرنا أن حبيب النجار الذي زار البرزخ ودخل ابن الملك في قصة حبيب النجار حبيب النجار هو ما دخل وخرج إنما دخل البرزخ ولكن الله تبارك وتعالى حكاية عن لساني حبيب أن الشهيد كما صرح النبي صلى الله عليه قال الشهيد إذا أغمض عيناه فتحهما بأحضان حور العين يعني بنفس اللحظة اللي ينقطع النفس ويغمض عينه فهو في الجنة مباشرة ولذلك عبر الله تبارك وتعالى حكاية عن حاله قيل دخل الجنة بنفس اللحظة لأنه حبيب ماذا صنعه حبيب بعد ذلك لما كان يدعو إلى الله تبارك وتعالى وهو مؤمن آل فرعون قطع أصابع يديه ورجليه ومن ثم صلب وقتل فلما قتل دخل الجنة بنفس اللحظة فلذلك الله ماذا قال قيل دخل الجنة الملائكة قالت له ساقته إلى الجنة قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين يعني دائما أنا أذكر للأخوة وللمؤمنين أقول فكروا في كلام حبيب الذي الله عز وجل يذكره هذا شن اللي يشاف اللي بحيثني يقول يتمنى يا ليت قوم يعلمون بنفس اللحظة ماذا رأم أما من دخل البرزخ من أهل الدنيا ورجع هو نبي الله عزير كما مر الكلام عنه كأصحاب الكهف دخلوا ثلاثمائة وتسع سنين نعم وخرجوا غير ذلك ممن دخل البرزخ طبعا سيدنا عفوا للمقاطة قد يريد إشكال على هذه القصة قصة النبي عزير يقول أنه قال يوم أو بعض يوم يعني ما حدثتنا الروايات مثلا تفصيل ما شاهد ما رأى شنو شاب بالبرزخ ما قال مثلا أنا شفت في البرزخ كذا كان هو أصلا ما مصدق أنه كان في البرزخ كان يقول يوم أو بعض يوم أحسن حتى هذه العبارة جاءت تصديق لكلامك ما جاءت فقط عن لساني عزير إذ قال لبثت يوم أو بعض يوم جاءت نفس هذه العبارة عن أصحاب الكهف نعم كذلك ثم بعثناهم ليتساعلوا فيما بينهم قالوا كم لبثوا ثم قالوا لبثنا يوم هذا التعبير عن اليوم وبعض يوم وهم 309 سنين أو عزير مائة سنة القضية خاضع لانعدام الزمن في البرزخ الزمن منعدم في البرزخ ولذلك تعبير جدا دقيق مقتضب للنبي صلى الله عليه وآله الساعة والقيامة إذا قامت والإنسان يقول بين موتكم وبعثكم كنومكم وهذا الكاف للتشبيه كنومكم ويغضتكم إذن انعدام الزمن في عالم البرزخ ويأتينا إن شاء الله في الحلقات نعم سيدنا يعني سقدهم أيضا يرد إشكال آخر يقول إحنا عندما ننام ونستيقظ مثلا قد نشوف الرؤية نشوف طيف يوم أو بعض يوم هم هذا اليوم وبعض يوم نشوف ولو في الشيء قليل رؤية رح نقصها للناس في عالم اليقضى النبي عزير ما قال أنا شفت مثلا موقف واحد مثلا في هذه الساعة اليوم أو بعض يوم هستمو بالضرورة بما أنه لم يصرح القرآن عن كيفية ما رأى أو الروايات أولا لانعدام الزمن نعم جاي ثانيا أن الله تبارك وتعالى يجعل روحه وجسده البرزخي في حالة شاغل قد لا يشعر فيه قد ما رأى شيء أصلا يعني قضية سبات وسكون يعني أنه يقدر نقول أنه الله أراد أن يبين للنبي مثلا قدرته وعلى أنه يميته ألف عام أو مئة عام عفوا وبعد ذلك يرجع إلى عالم الدنيا و من دون أن يشعر بشيء ممكن باعتبار أنه باعتبار أنه الساعة كلمحة نعم يعني نقول سيدة العلة الغائية من نوم هذا مئة عام أنه يريد يبين له كيف الله قادر على أنه اختصار عن عدام الزمن في عالم البرزخ نعم نقطة جدا مهمة أن نلتفت إليها باعتبار أن الإنسان المؤمن لا يشيلهم نقرب الصورة جاي يا المؤمن لا تشيلهم أنك أنت راح تدخل في عالم طويل ورهيب ونومة طويلة لا فالزمن بالبرزخ منعدم لأنه الزمن عندنا الآن مرتبط بالليل والنهر واقتطاع الساعات يقتطع منك الليل والنهر ساعات لكن هناك لا لهذا القضية قضية عدام الزمن هو ما رأى شيء وإن رأى فكان نائم الذي يرى طيف أو يرى حال معين وقد أنت ممكن أنسى ممكن أنسى وقد ما ترى شيء أصلا كثير مننا ينام يصحى ما شعيف شيء ما طيب إذن ألا نأتي هناك من زارة غير حبيب النجار وغير عزير من زارة البرزخ في حياة الإمام الصادق سلام الله عليه وكان مجلس درسه في المسجد الحرام مقابل الركن اليماني حلقة الدرس دخل شاب كان جاي من المدينة باتجاه مكة لإعداء العمره مع زوجته ومع القافلة في قافلة مع زوجتي فبالطريق تعرف المسافة 600 كيلو بين مكة ومدينة فهي تأخذ أيام حدود سبوع خمسة أيام مشهي فبالطريق ماتت زوجة هذا الشاب وقفت القافلة جاءوا بمغسلة غسلوها وكفنوها بإحرامها بثيابها وألقى عليها الرداء بعد بحاجة إلى مال أن يدفنها أما أن يرجحها إلى المدينة أو أن يجيبها إلى مكة جعلها أمنها عند من معه بالقافلة ووصل إلى مكة حط في ذهنه قال أنا أروح أقصد الإمام الصادق أن يعيني بمبلغ حتى أنا أستعين بي على نقل الجنازة ودفن زوجتي فالإمام مشغول بالدرس انتهى الدرس استأذن عليه دخل سلم على الإمام قال له يا ابن رسول الله حدث كذا وكذا ماتت زوجتي في الطريق وألقيت الرداء عليها أعني بمبلغ من المال حتى أنا أما أرجحها إلى المدينة أدفنها أو أعتي بها إلى مكة أدفنها الإمام نظر في وجهه تبسم قال ارجع إلى زوجتك فإنها على قيد الحياة ولم تمت الشاب قال سيدي أنا غسلتها ولقيت الرداء عليها قال ارجع عليها فإنك سوف تجدها تأكل تمرن وموزن هذا مبلغ مع لي أنت تريد المبلغ لا بس خذ هذا المبلغ وانطلق بعد هو الإمام قال له زوجتك فرجع على الفور دخل فعلا كما قال الإمام وجد زوجته تأكل تمرن قال مسك إيديها مسك وجهها ما ممت قالت أنا ممت إنت زوجتي لو أنا متوهم ممت قالت ممت ودخلت البرزخ وساقتني الملائكة وإذا بي أنا في طريق صادفنا شاب وقف نوراني الوجه بأبها صورة خاطب الملائكة قال إلى أين تريدان قال هذه جاء أجلها وقبضنا روحها قالوا ردوا روحها على جسدها فإنها ما زال عليها نذر لم تفي بنذرها ألم تعلم أن الله تبارك وتعالى قطع أهدا على ملائكة الموت ألا تقبض روح رجل روح مؤمن أو مؤمنة من موالينا وعليه نذر لم يفي به فكأنما هنا إشارة إلى أنه النذر يطيل في عمر الإنسان حتى يوفيه هذا تكريم خاص من الله تبارك وتعالى للمؤمنين والمؤمنات قد سيدنا سأل المشاهد الكريم يسمع يقول أنا خوش أنذر نذر وآخر أداء لا ويوفون بالنذر إليه فبالنذر واجب لأنه النذر عقد مع الله تبارك وتعالى وبالشرط أن تكون الصيغة شرعية إذا تحققت الحاجة وانجز المراد ونجح المطلب فصار الأداء واجب بشكل خاص هذا تكريم من الله للمؤمنين والمؤمنات أن الله يطيل في أعمارهم إذا كان عليهم نذر هذا يؤخر الأجل فقال إذا رأيت الشاب تعرفيه قالت والله إني اللي أميزه من بين ألف قال قومي معي على الفور كمل طريقة إجاء إلى مكة دخلوا مما جاءوا معتمرين كملوا الطواف صلوا ركعته الطواف جاء اقترب من الإمام شاف أكو فراغ قال طبعا هي ما تعرف من هو الإمام الصادق نعم نظرت في وجوه الجالسين ثم أشارت قالت والله هذا الذي قال إلى الملائكة يرد عليها روحها أشارت الإمام الصادق هذه الآن دخلت البرزخ وزارته ورأت ما فيه ورأت الملائكة وكيف أن الإمام هذا تكريم خاص من الله تبارك وتعالى وحتى في قوله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم وهذه خصوصية إلى المعصوم أن الله تبارك وتعالى كما جعل عند عيسى بن مريم الاسم الأعظم الذي يحيي فيه الموتى فكذلك الاسم الأعظم موجود عند رسول الله صلى الله عليه وآله وعند أوصيعه فأنهم يستطيعون أن ينظرون إلى أرواح العباد وأن يتكلمون معها وكل شيء أحصيناه في إمام مبين فيدخلون البرزخ ويخرجون حتى قول الإمام الرضا عليه السلام في قوله تعالى قل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون قال نحن المؤمنون يعني كل يوم تعرض أعمالكم علي وأرى بها فهذه المرأة دخلت البرزخ ورأت ومن ثم خرجت فهذا طريق الذي هو الموت على ما سألتني هل أن هناك وسيلة أخرى غير الموت للدخول إلى عالم البرزخ طبعا هناك طريقة أخرى وهي طريقة الرؤية الطيف باعتبار أنه الرؤية سبق أنا مأشرت في الحلقات الماضية إلى أنه الطيف هو الوسيلة الوحيدة الآن هناك وسائل أخرى هي وسائل كما يعبرون عنها بتحضير الأرواح أو الحديث مع الروح هذا إلى بحث مفصل يأتينا إن شاء الله في الحلقات القادمة كيف يكون وإمكانية ذلك لكن هناك أيضا طريق آخر لمن دخل البرزخ من أهل الدنيا وزار عالم البرزخ أموات يصفون عالم البرزخ الموت الذي يعبر عنه بالموت السريري نعم من تفصيل هذا الكلام إن شاء الله بعد الفاصل نأخذ الفاصل نرجع لكم إن شاء الله أحبتنا فاصل قصير ثم نعود إليكم روي عن الإمام الصادق عليه السلام فإذا قبضه الله عز وجل أي المؤمن صير تلك الروح في قالب كقالبه في الدنيا فيأكلون ويشربون فإذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة التي كانت في الدنيا أهلا بكم أحبتنا مشاهدي قناة كربلاء الفضائية في كل مكان وكذلك نرحب بسمحة السيد علي الحسن الله يحفظ سيدنا انتهينا قبل الفاصل إلى ذكر أنه أموات يصفون عالم البرزخ يعني أنه ذهبوا إلى البرزخ ووصفوا لنا البرزخ هناك كثير من الذين ماتوا وعبرنا عنه بالموت السريري التلفاز البريطاني أجرى لقاء مع طبيب أمريكي هذا الطبيب طبعا ألف كتابا مضمونه أموات يصفون ما بعد الموت طبعا عدة عبارات وألفت في ذلك أيضا كتب كثير لمن وصف ما بعد الموت الحالة التي صارت عنده يعني ما الذي دعا هذا الطبيب الأمريكي بأنه يؤلف كتاب حول أموات يصفون الموت طب هو مات كيف يصفون الموت في حالة حياتهم في حياة حياتهم هو ما الذي جعله أن يجمع يجمع الحوادث التي صارت شاف أن هذه القضية تكررت معه أكثر من مرة أنه أثناء أجراء عملية مثلا قلبية أو عملية دماغية أو ما شابه ذلك يوصل المريض إلى حال أنه خلص مات يعني انقطعنا فسيتوقف قلبه كل الأجهزة تشير إلى أنه ماذا مات إلى أنه مات فالحادثة التي دعته إلى أنه يؤلف كتاب في ذلك وعلى وفق هذا الكتاب التلفاز البريطاني أجرى لقاء وعمل برنامج مع هذا الطبيب الأمريكي في خصوص هذا الكتاب ما الذي يدعاه إلى ذلك شاف أن الحالة تتكرر وخصوصا آخر حادثة التي صارت التي من بعدها صمم على أن يكتب الكتاب أنه مريض انتهت حياته أثناء إجراء عملية معينة فالطبيبي يتكلم مع الممرضة نعم أنه شون كأنما مثلا نخلي نسوي له تدليك للقلب أو كأنما نزيد ضربات القلب أو نعطي كذا علاج مجموعة عبارات خاصة بالعلاج بينه وبين الممرضين فيما تخص هاي الحالة شون اللي ممكن يسويه من إجراء ممكن إعادة روحه أو مثلا إعادته إلى الحياة لا يعني أحسن ممكن أنه أحسنت إذا فيه أمل مثلا فيه أمل ممكن مثلا نضرب الأبرى الفلانية أو أنه نشط قلبه أو كذا أي عبارة اللي صار مجموعة كلمات بينه وبين الممرضة التي صارت كمحاولة لإعادة حياة هذا الإنسان شافوا لا ما بفائدة أنه هذا خلاص انتهى مرت خمس دقائق على أنه خلاص صلموا والأجهزة كلها أشرت أنه انتهت الوفاء فأراد أن يلقي الرداء على وجهه باعتبار أنه مات ويرفع الأجهزة فتح المريض عينيه جلس فلما فتح عينيه جلس عاد عليه كل كلمة دارت بينه وبين الممرضة تصورت الحالة؟ سبحان الله طبعا الأجهزة كنا تقرأ أنه انتهى قلبه عقله دماغه أعصابه كله انتهى ومر خمس دقائق إذن هو مات فكيف سمع الحديث الذي دار بينه وبينه هذه الممرضة بعد موته فمن هذا طبعا هذه الحادثة ليست فقط إنما تكررت معه أكثر من مرة فصار يحدثون ما جاء وكل من مات ومن ثم عادت إليه الحياة يعني نعبر عنه دخل البرزخ زار البرزخ ورجع حدث بأن هناك فصل للروح عن الجسد وأن هناك حياة ما بعد الموت وأن هناك جنة ونار له اللطيف أنهم لما يحدثون أصحاب الموت السريري لما يعودون إلى الحياة الدنيا يحدثون بما يرون جنة ويرون نارا ويرون أحوالا التي تحدثنا عنها وإي أحوال البرزخ لاحظوا بهذه الدقة أن الإنسان حينما يفارق الحياة صحيح تتعطل حواسه لا يتكلم لا يبصر لا يشعر حتى لو أنه يقطع جسده بعد هو خلاص مات أو يحرق أو أي شيء يصر فيه ما يشعر في شيء ولكن الحقيقة لأنه يشعر بكل ذلك تصور بدقة أن النبي صلى الله عليه والله في معركة بدر صلى الله عليه صلى الله عليه والله انتصر النبي وكان طبعا هي بدر ليست بئر واحد إنما عدة آبار تسمى آبار بدر كان بئر من تلك الآبار ويطلق عليه بالقليب مظلم وعميق مهجور ناشف النبي صلى الله عليه والله بعد نهاية الحرب قال اجمعوا أجساد المشركين جمع أجساد المشركين وقال ألقوها في القليب ثم النبي صلى الله عليه واله وقف على حافة البئر بعدما ألقوا الأجساد ناداهم بأسمائهم يا عتبة يا أمية يا خلف يا فلان يا فلان يا فلان فقالوا يا رسول الله تنادي موته لاحظ عبارة النبي بدقة قال صلى الله عليه واله ما أنتم بأسمع منهم لاحظت الدقة ما أنتم بأسمع منهم يعني هم ماذا هم يسمعون أكثر منكم أحصب في قلب البئر وأموات وأجساد ناداهم قال ما أنتم بأسمع منهم يعني هم يسمعون أشد مما أنتم تسمعون طيب إذن الدخول إلى عالم البرزخ وزيارته لا تشترط القضية فقط بالموت هناك عدة وسائل وسيلة من الوسائل هناك بعض الأذكار وبعض الآيات ممكن أن الإنسان إذا قرأها قبل النوم الله تبارك وتعالى يريه باعتبار أنه الذي ينام يدخل البرزخ هذه قضية جدا سيدنا كمداخلة باعتبارنا ذكرنا النبي صلى الله عليه وآله لابد أن نذكر أهل بيته صلى الله عليه عندنا روايات مستفيضة في زيارة الأئمة عليهم سلام منها الإمام الرضا صلى الله عليه على ما في بالي أنه يقول الإمام الحسين كذلك ما مضمون الرواية أنه يزور الإمام الحسين يزوره عند قبره بل أكثر من ذلك يقول أن سلطان عالم البرزخ هو سيد الشهداء عليه السلام يعني خدمة الموالد الشيعي أو تعبيرنا المؤمن لأهل البيت أو زيارته لقبور الأئمة عليهم السلام لها أثر في القبر قطعا لها أثر وكيف ليس لها أثر والله تبارك وتعالى أجرى هذا الحال على لسان نبيه صلى الله عليه وآله قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة وزيادة على ذلك البعض لأني أقرأ فقط هذا الجانب من الآية قل لا أسألكم عليه أجرا ولكن تعالي إلى النص ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا أولا عباده يبشر أولا الله يبشر ذلك الذي يبشر الله عباده بعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة ومن يقترف حسنة نجد له فيها حسنة طيب صور الآن وين رب العالمين ماشي معنا ليس فقط قضية أنه أنت المودة إنما اعتبرها الله عز وجل خاصة بعباده وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض خاصة بعباده ثم شهادة من الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ومن ثم هي حسنة ويبشر الله على ذلك طيب أنه هذا طبعا له أثره أثره على حياة الإنسان إذا دخل إلى البرزق تصديقا لما تفضلت به أنه الإمام سلام الله عليه عن النبي صلى الله عليه وآله هذا التصريح قال حب أهل بيتي ينفع من أحبهم في سبعة مواطن مهولة طبعا إذا كانت هذه المواطن هو أول موطن هو القبر نعم سيدنا ربما نفس المضمونة أيضا في فاطمة عليه حب فاطمة ينفع في في كل شيء طبعا هنا عموم النبي عمم أن حب أهل بيتي قال صلى الله عليه وآله حب أهل بيتي ينفع من أحبهم في سبع مواطن مهولة عند الموت هذا الذي أنا قل في تشخيصي أنه الاحتضار هو منزل من المنازل نعم باعتبار أنه هنا رواية النبي من يموت يراني أحسن يؤكد أنه الموت هو أول منزل في مواطن مهولة عند الموت وعند القبر وعند القيام من الأجداث وعند تطائر الصحف وعند الحساب وعند الميزان وعند الصراط فمن أحب أن يكون آمنا في هذه المواطن فليتوالى عليًا بعدي وليتمسك بالحبل المتين وهو علي بن أبي طالب وعترته من بعدهم وعترته من بعدهم فإنهم خلفاء وأولياء علمهم علمي وحلمهم حلمي وأدبهم أدبي وحسبهم حسبي سادات الأولياء وقادة الأدقياء وبقية الأنبياء حربهم حربي وعدوهم عدوي إذن هذا التصريح من النبي صلى الله عليه يكشف لنا بأنه حب أهل بيت نبي النبي صلى الله عليه وآله ينفع في هذه المواطن المهولة ويا لها من نعمة سيد ويا لها من نعمة يعني أنا بصراحة أقول هذا الذي لا يوالي أهل البيت لا يتخذ أهل البيت له سادة أو له مثلا أولياء شنو حالة وكل من خدم الإسلام وخدم الدين بشكل أو بآخر يجد من الله تبارك وتعالى رفع الشأن وحتى يصل ليس فقط قضية الخلود وحتى يصل إلى معاجز كثيرة وكبيرة في الحياة الدنيا أنقل لك في دقائق ما جرى للعلامة الطبرسي صاحب تفسير مجمع البيان العلامة الطبرسي مات باستكتة القلبية فلما مات حمله إلى المختسل وإلى الكفن وكان حاله طيب من الجانب المادي فأحسنوا كفنه وأحسنوا تأجهيزه وحنوطه وسابقا كان هناك بعض أصحاب النفوس الضعيفة من الناس يطلق عليهم نباشية القبور دناءة نفسه يحفر القبور يسرق الكفنه يبيعه الصور القضية هكذا هذه الحالة كانت موجودة فالعلامة الطبرسي وافأه الأجل حمله إلى ثراه لكنه لما أنزل في قبره وأغلق عليه وأهالي التراب صحة جلس عاد قلبه ينبض عاد للحياة طبعا هذه طبعا لا شك تصاحبها المعجزة لا شك أن هذا الحال تصاحبه المعجزة من أول لحظات وإلا لما يدفن صحيح على أن اللحظ في فراغ وفضاء فجلس شاف ضيق اللحظ وكغرفة صغيرة مستطيلة مظلمة إمكانية التنفس بأمر الله تبارك وتعالى كم كمية الأكسجين اللي يستنشق من عدها بالتالي عرف نفسه أنه عادع للحياة ولكنه في محنة أنه كيف يخرج فحاول بيده أن يدفع الحجارة التي هي تغطى حفة اللحظ وأن يحفر شيء من التراب شاف نفسه ما استطاع فتوجه إلى الله تبارك وتعالى أن ينجيه الله من هذه الشدة بما أنه لم يموت وما زال له عمر في الحياة وبنفس اللحظة بصدق نية نذر لله تبارك وتعالى أني أنا إذا خرجت من هذه المحنة أن أكتب كتابا في تفسير القرآن بمجرد أنه نذر وعقد النية مع الله تبارك وتعالى سمع صوت أحد يحفر صوت معول يضرب على الأرض فحفر حفر من جاء جاء هذا نباش القبور يريد يسرق كفن سبحان الله لاحظ يدله عز وجل يد الله كيف تمشي مع الإنسان إذا كان صادق النية فحفر حفر إلى أن وصل إلى اللحد فما شعر النباش إلا خرجت يد مد يده وعمسك يد النباش فطبعا ذلك كاد أن يموت من الخوف فقال لا تخاف أنا ما زلت على قيد الحياة دفنت ولكني أنا حي لا تخاف لا تفزع سأكافئك وجازيك بس طلعني فبعد لما أمن قال له أنه أنا على قيد الحياة حفر طلعه حمل لفه بكفنه وحمل على ظهره وجاء به إلى داره طرق الباب زوجة العلامة الطبرسي من على الباب قال تعي أخذي زوجك على قيد الحياة سبحان الله فتحت الباب شافة وقعت مغمر عليها بعد ذلك أدخلوه ولبسوا ثيابه أعطال كفن وعطال جائزة كبيرة وبقي في داره لم يخرج منها حتى أكمل تفسير مجمع البيان الذي الآن بين أيدينا فيه خدمة للدين والمع رحمة الله علي أحسنتم سيدنا سيد علي الحسني شكرا لكم سيدنا أحبتنا مشاهدي قناة كربلاء شكرا لكم موصول على حسن الإصغاء والمتابعة على أمن نلتقيكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج إلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم شكرا لكم